أستاذة مونة يعني كنا بنتكلم على أولا يعني جزء من نشاطك أيضا في المجتمع هو فكرة المساعدات ويعني نوع من أنواع مد اليد لكثير من النساء اللي بيحتاجوا لأنهم يعملوا عمل ما يدروا دخلا طبعا ولفت نظرنا دايما بنقول في مشروعات كبيرة صغيرة متوسطة متناهية الصغر يعني ايه مشروع متناهي الصغر مشروع متناهي الصغر هو المشروع اللي بيبقى بسيط بس بيدر دخل أو بينتج يعني لما بتشتعل ستة تعمل زبادي في البيت بتعمل زبادي وتبتجي وتجيب تلاجة وتبتجي تبيع الزبادي لو تفتكري في الصلاطين الفخار زي زمان الستة تعمل مربة وتبقى شطرة جدا وتعمل أصناف مربة وتبتجي تبيع الستة تخيط بتعمل مشروع خياطة فيه بيعملوا حرف يدوية فنية يعني فيه بيعملوا حلي فيه بيتجروا يعني يروحوا يشتروا الخضار وينظفوه وينزلوا بيه في السوق يبيعوه متنظف وكده أو يبيعوا الخضار صابح في السوق يعني بصي كميات من المشاريع الزغيرة فيه ستات ابتدوا بأنهم يعملوا الأكل في البيت ويوردوا وفيه منهم دلوقتي ستات بيوردوا لمطابخ لفنادق وبيوردوا لبيوت حاجات أطباق ممتازة ونضيفة يعني يتخصصوا ويتوسعوا يتخصصوا وكبروا فيه ستة مثلا أنا فخورة دايما بيها ابتدت كانت بتعمل عيش في البيت عاملة مخبز بلدي في البيت وبتعمل عيش وخدت التمويل من مؤسسة التضامن اللي أنا بحكيلك عليها دي وابتدت تعمل العيش وتبيعه بعد شوية عرضوا عليها قرد اسمه قرد الأسرة تمويل الأسرة فرح اتواخدت تمويل ونقلت الفرن برا في محل وقف فيه وبقى فيه حتة للبيع وقف الزوج في المحل والبالقرد جابوا تيريسيكل وبقى ابنها بيوزع العيش والباسكوت وكذا على كل القرية يعني المشروع يعني هو ده بيبتدي بقرد صغير وبعدين بتسدده أيوة كل ده متنائز صغر ابتدى متنائز صغر يعني لما ابتدت معانا من 20 سنة كان بتاخد 250 جنيه 500 جنيه تبتدي تشغل نفسها بيهم وتبتدي وتكبر تسدد القروض دي بتتسدد كل شهر وكل أسبوع تسدد حاجة يعني نظامها يعني يريد يبقى عندنا دايما منافس لهذا المشروع المشاريع دي مشاريع بتساعد الستات والأسر والرجالة والتمويل ده بيحميهم من مصادر التمويل الأخرى يا إما غير موجودة خالص فما بيلاقوش معونة يا إما موجودة بسوء استخدام للظروف فأنتي بتتكلمي على ده منظم خادة على رقابة هيئة العامة للرقابة المالية له قواعد ولو نظم ولازم مرائب حسابات ورقابة وكده فده النهاردة إحنا ابتدينا في القانون تلع في 2014 2015 اتشكل الاتحاد المصري للتمويل متنائز صغر وأنا كان ليه شرف أنتو خبت وأنا بصفتي رئيسة التضامن اللي هي المؤسسة الأهلية دي رئيسة لهذا الاتحاد واشتغلت مع زميلي الاتحاد ده بيضم 13 بنك و17 شركة أو 14 شركة ويجي 950 جمعية أهلية في كل حتة فيك يا مصر بيشتغلوا على التمويل متنائز صغر من كتر ما نجحت الصناعة دي راحوا ضملنا في الاتحاد تمويل مشروعات المتوسطة والصغيرة فدلوقتي ابتدينا كمان نشتغل على نبتدي نطلع للصغير يعني لأن نوعية أصحاب المشروعات دي عايزين خدمة خاصة وعايزين رعاية خاصة المهم كبرنا متنائز صغر من 2016 لآخر 2020 حتى 2021 كبرنا كنا عندنا حوالي 2 مليون مستفيد بقى عندنا 4.5 مليون مستفيد عدد كبير أكبر من الدع الواحد ده يعني بيعول أسر وكنا البرتفوليو المحفظة الإجمالية لكل الصناعة دي كانت 16 مليار النهار ده عدت 50 مليار أنت بتتكلمي على صناعة انتشرت ونكحت ووصلت سندت عدد أكبر من الأسر ومن وضع المرأة على سبيل التحديد المرأة تمثل ما يقرب من 60% من العملاء ترجمة نانسي قنقر